في البداية أرحب بضيف الحلقة الليلة تنضم إلينا السيدة زينة منصور الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت سيدة منصور مساء الخير أهلا بك مساء النور فشل جديد إذن لانتخاب رئيس جديد للبلاد لماذا يتكرر هذا الفشل وما الذي حصل اليوم أيضا وأعاد أيضا صورة الفشل لهذا البلد المرهق والمتعب مساء الخير سيد الكريم أحييك وأحيي المشاهدين الكرام وشكرا على الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة القيمة أولا الفشل يتكرر دخل لبنان الشهر العاشر من الفشل في جولات انتخاب رئيس الجمهورية ضمن شهرين المندرجين في سياق المهلة الدستورية الأولى وثمانية أشهر ما بعد تجاوز هذه المهلة للانتخاب فإذن الفشل يتكرر لأنه يعكس أزمة نظام يعكس أزمة حكم الفشل الاقتصادي يوازيه ويعادله فشل سياسي وهذا الفشل السياسي يتمظهر مؤسساتيا على مستوى مؤسسة مجلس النواب والحكومة وحتى المؤسسة القضائية وكما تعلمون الجيش وقوى الأمن أيضا في حالة معاناة شديدة الوطأ نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي فإذن هو فشل نظام حكم هو فشل الأداء السياسي وفشل أيضا على المستوى الدستوري بالإمكان القول أن نظام الطائف أو ما سمي بوثيقة العيش المشترك بعد ثلاثة عقود ونيف من التجارب المتكررة ومن حالة الفشل والاستعصاء على المستويين السياسي والاقتصادي لم يتوصل لبنان إلى قيامة الدولة أو بناء الدولة رغم المائة مليار دولار دين على المستوى الاقتصادي فهذا الفشل هو فشل في عمق النظام ما يستدعي أن يكون الإصلاح الاقتصادي يتوائم ويسير بموازات إصلاحات سياسية تصب مباشرة في آليات الإدارة والحوكمة من أجل فعليا عملية إنقاذ سياسي اقتصادي للبنان أما الذي حصل اليوم سيد الكريم هو مشهد معاد مكرر في كباش سياسي بين مربع سياسي يضم ألوان متعددة من المعارضة والمستقلين في محور يرفض سياسة الهيمنة والفرض التي يفرضها الثناء الشيعي على آلية انتخاب رئيس الجمهورية والمربع الآخر المتمثل بالثناء الشيعي حركة أمل وحزب الله وحلفائهم ضمن الكتل النيابية هذا التعادل السلبي الذي شهدناه اليوم يطوي مرحلة عشرة أشهر من الفراغ الرئاسي وينطلق بمرحلة جديدة من الاستعصاء ومن أزمة النظام والحكم والاقتصاد وهي أزمة برغم تدخل المسارين الفرنسي والأمريكي عبر اتصالات لمفادينة من قبل باريس وواشنطن ولكن دخل النظام اللبناني على المستويين السياسي والاقتصادي في أزمة حكم شديدة الوطأة تستبعي فعلا إجراء إعادة نظر وتقييم لكل المراحل السابقة بإخفاقاتها أولا حتى نقرب الصورة لأن جمهورنا مختلط الحقيقة لبناني وعربي بشكل دون الانحياز لطرف أو آخر لماذا غادر اليوم نواب حزب الله في الجلسة الثانية التي كان يمكن أن تسفر عن رئيس جديد للبلاد ويخرج ربما من هذه الأزمة ويبدأ في لملمة أوضاعه نعم هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ بها السناء الشيعي لما يسمى بعملية تطيير النصاب أو فقدان النصاب الممثل بأكترية الثلثين أو الثلثة وثمانين نائبا فإذا السناء الشيعي يريد أن يعين رئيس إذا أردنا أن نتكلم كما يحكى في الأروقة السياسية اللبنانية يريد أن يكون عملية رئيس الجمهورية ضمن شروطه ضمن دفتر الشروط التي يضعها أن يكون رئيس مجرب لا يطعم المقاومة أو حزب الله في ظهره وأن يكون رئيس ينسق بشكل تام مع الثناء الشيعي في حين أن هناك تكتل السياسي القائم على المعارضة والمستقلين والتغييريين وشخصيات أخرى ينشدون منح سياسي آخر يعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي بعيدا عن هذا المعسكر الذي أوصل لبنان إلى حالة من القطيعة والعزلة والانهيار والدمار فإذا هناك حرب سياسية هناك هيمنة لفريق سياسي معين يحاول أن يفرض شروطه على بقية الأفريقاء علما أن لديه حلفاء وأعوان وشركاء في كافة الطوائف حتى ممن يقفون اليوم في خانة المعارضة أو في خانة تأييد أزعور فهم يعلمون أن هذه الجلسة لن تنتج رئيس وأن الكتل النيابية ذاهبة إلى نوع من الحوار أو التوافق على اسم سالس إذا لم يكن أحد الإسمين فهو اسم سالس فإذا كل الأفريقاء السياسيين اليوم يلعبون لعبة الهروب إلى الأمام من أجل انتظار تسوية تلقي بثقلها من الخارج عواصم القرار باريس واشنطن والرياض طيب لكن برأيك كمتابعة هذه الأحزاب السياسية أكانت حزب الله وحلفائها أو الطرف الآخر يعني لم يصلوا بعد لتقدير معاناة اللبنانيين على المستوى الاقتصادي والمعيشي والصحي يعني مواطن لبناني لم يعد يجد قدرة على شراء الأدوية العملة الآن يعني انهارت تماما وضع اقتصادي الحقيقة غير مسبوك هذه الكتل السياسية لم تتضرر من هذا الواقع الاقتصادي برأيك وبالتالي ربما لا تستطيع أو لا تلامس ما يعيشه المواطن اللبنان هذه الكتل السياسية وعلى رأسها تكتل الثناء الشيعي اعتاد على فرض هيمنته وسيطرته وسطوته واستئثاره واختزاله للسلطة اللبنانية لبل للسلطات السلطتين التنفيذية والتشريعية واضافة إلى السلطات الأخرى وهو لا يقبل أن يخسر مواقعه ونقاط نفوذه داخل هذا النظام لذلك شاهدنا تصريحات عدة أن الفريق الممثل بالممانعة هو مستعد أن يبقى لأشهر وربما لسنتين أو أكثر من أجل تحقيق المرشح الذي يريده والذي يحقق أجندته وأهدافه في إدارة الحكم في لبنان فإذا نحن أمام أزمة حكم أعيد وأكرر هي ليست فقط أزمة انهيار اقتصادي الانهيار الاقتصادي والمالي جاء نتيجة انهيار سياسي منظومة اتفاق الطائف إذا جاء التعبير تتلاشى تصدعت رغم أن هناك إنكار لهذا التصدع والكل يتحدث عن عملية ترقيع للنظام لكن الكل يدرك أن حجم الدمار المؤسساتي والاقتصادي الذي يشهده لبنان اليوم بات غير قابل للإصلاح حتى أن أحد كبار المسؤولين الفرنسيين عام 2019 بعد جولة على المسؤولين اللبنانيين قال عبارة شهيرة أن لبنان دولة غير قابلة للإصلاح فإذا كل ما يحكى اليوم عن عملية انتخاب رئيس عن عملية حوار عن عملية دخول وسطات خارجية نعم هي قد تحل الأزمة في سباق قفز الحواجز أمام التحديات الاقتصادية والسياسية لكن فعليا يجب إعادة النظر في مرحلة ثلاثة عقود ونصف من حكم لبنان وما نتج عنها من تراجع لبنان مئة سنة إلى الوراء هذه كلها تستدعي موقف أخلاقي وطني سياسي طبعا في الصدارة ولكن لإعادة النظر بكيف نريد لبنان وهل يمكن أن يستمر على هذا المسار أم هو ولاد لأزمات مستدامة يعني في هذا دكتورة أنت تطرحين ربما إعادة النظر جذريا في نظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم لبنان منذ سنوات طويلة نعم سيد الكريم اسمح لي أن أشير إلى كلمة محاصصة أنا أعلم أنها تتكرر كثيرا على الإعلام اللبناني ولكن بالمعنى الدستوري لبنان قائم على إدارة التنوع وليس على المحاصصة هناك إدارة التنوع وهذه ميزة فريدة في النظام اللبناني لأنه بلد فعلا ولكنها فشلت هذه الميزة وليس على العددية وهذه ميزة لبنان أنه دولة قائمة على إدارة التنوع وعلى التعددية والتشاركية حين سميت محاصصة كانت نتيجة سوء الإدارة وسوء الحوكمة من قبل من تولوا الحكم نعم هناك عيوب في هذا النظام بالتجربة لا أحد ينكرها أما أن نطلق أن المشكلة هي في المحاصصة لا هناك إدارة التنوع وهذه ميزة من أنظمة الدول الفسائية من حيث تكمينها الاجتماعي والديني وليست عيبا بل هي قوة نقاط قوة ونقاط غنى وتنوع أما المحاصصة أتت في الصفقات في المشاريع في الهدر في الفساد أما على مستوى إدارة التنوع كان لبنان وما زال وسيبقى تعدديا وعندما قتلت هذه الصيغة التعددية انهار لبنان وانحرف عن مساره الطبيعي والتاريخي والحضاري والمستقبلي طيب السيد نبيه بري رئيس البرلمان قال بأن هذا يعني إشكال أو عقدة الرئيس لن تحل إلا بالتوافق ودعا إلى سلوك ما سماه طريق الحوار يعني هذه الدعوة الحقيقة تتكرر في كل لحظة يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد يعني ما الجديد هذه المرة برأيك؟ نعم الجديد هذه المرة أن حاولوا أن يخرجوا بمخرجات الجلسة بين 51 و 59 وكتلة ثالثة بحوالي 18 صوتا 51 و 59 و 18 صوتا حاول الثناء الشيعي وحلفائه أن يقولوا أن هناك حالة من التوازن السلبي أو التعادل السلبي التي تخلق حالة من الاستعصاء وبأن لا أحد يستطيع أن يفرض شروطه على الآخر وبأن الطرفين بمعنى المربع الأول المعارض والمربع الثاني التابع للثناء الشيعي بأن هذين المربعين يستخدمان ورقة تطيير النصاب ويستخدمان أيضا ورقة التوازن السلبي عبر استقطاب نواب من الكتلة الثالثة المؤلفة من حوالي 18 نائبا فإذن تعالوا لنجلس ونتكلم ولكن حقيقة ما مضى في الأشهر العشرة المنصرمة أنه عملية تعيين أسماء هناك هذا الاسم وذاك الاسم نحن نوافق على هذين الاسمين وأن تختاروا واحدا هل هذه هي الديمقراطية التي يريدها أو ينشدها لبنان هل هي على قياس حزب أو على قياس طائفة أو مكون سياسي أو مذهبي هنا الاستعصاء وصل الوضع السياسي إلى حالة من الانسداد فعلا يهدد مصير نظام الطائف بكل ما نتج عنه من منظومة مالية اقتصادية سياسية برلومانية وزارية فاسدة تضع لبنان فعلا على مصير الهلاك على المستويين الاقتصادي والسياسي وتجعل المراقب دوليا والمقيم في لبنان يشعر بحالة من انسداد الأفق وبأن الوضع غير قابل للإصلاح حتى لو تم التوافق على انتخاب رئيس هناك أزمة حكم عميقة في الدولة العميقة وهناك أزمة نظام لم تعد قادرة على مجارات التطور ومجارات الزمن خصوصا أن اللوبي المالي السياسي هو القابل على انفاس الدولة اللبنانية والمجتمع والاقتصاد طيب أختم معك سيدة زينة منصور يعني أزمة حكم وأزمة نظام ولوبي فاسد ومواطن لبناني يسحق يوما بعد يوم ولا أحد يلتفته إلى حاله أختم معك في أقل من دقيقة لو تكرمتي إذن ما هو المخرج البحث عن مرشح ثالث ربما لمنصب الرئيس والاستغناء عن انفرنجية وأزعور أما هذا بالضبط لأنه البلد ربما لم يعد يحتمل الحقيقة إعادة النظر في الأسماء المطروحة عبر النظر بمرشح ثالث ثوافقي يحظى بتصويت وتأييد الكتلتين الكبيرتين المتواجهتين واحد اثنين إعادة النظر في كل عيوب هذا النظام وثغراته من أجل تحويله إلى نظام منتج لنظام متعثر ونظام معطل نحن أمام دولة معطلة بنظام معطل باقتصاد مفلس بطبقة سياسية معطلة متحاصصة تطبق على أنفاس الدولة والمؤسسات والشعب إذن نحن بحاجة إلى إعادة النظر في النظام إصلاحه تطويره تحديثه أو حتى نظام جديد لمركزي هناك تروحات كثيرة لمركزي فدرالي نظام آخر صيغة أخرى ولكن لا يمكن الاستمرار في هذا الأفق المسدود وفي هذا النفق المظلم اقتصاديا وسياسيا سيدة زينة منصورة الكاتبة الباحثة السياسية من بيروت أشكرك جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر